اشتركوا في القناة ومشاريع تطوير الطرق في المحافظة الجنوبية هذا ووافق المجلس على المرسوم بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلام والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة وقرر إحالته إلى مجلس الشورى كما قرر المجلس الموافقة على أربعة اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال وإحالتها للحكومة وهي بخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الازدحامات المرورية وتوجيه مصرف البحرين المركزي لدراسة تأجيل استحقاق أقصاد القروض غير التجارية على المواطنين مدة شهرين بدون فوائد لمناسبة شهر رمضان المبارك إضافة إلى إلغاء قرار إدارة الأوقاف السنية المتعلق برسوم صلاة المناسبات وكذلك العمل على توفير فرص وظيفية مستعجلة لإحلال جميع المواطنين الذين تم إنهاء عقود عملهم بسبب وجودهم في شركات توريد خاصة اليوم جاء الرد على السؤال الذي تقدمت فيه بخصوص وزارة العمل ألا وهي كم عدد الشكاوي الموجودة وعدم الوفاء بالإجور في القضايا العمالية وشنه الحلول اللي أوجدتها اليوم وزارة العمل فهذا ملف شائك وكبير وهذا طرحت أيضا في السنوات السابقة في 2018 وما زال لليوم فحنا نوجد الحلول كسلطة تشريعية وإيجادها هي في سبل خلق فرص عمل دائمة وإلغاء العقود المتعاقدة بين الجهات الحكومية والشركات اللي هي تكون في توفير الأيدي العاملة سواء الفنية والمهنية والحراسات الأمنية أتوجه بالشكر لسعادة وزير الأشقال على اهتمامه وعلى دفعه بالاهتمام بعجلة التنمية المستدامة للبنية التحتية ذلك لأهميتها في العمل في مجال الاستثمار وفي مجال الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر